على ايقاع خطى الجيش الوطني الجدار الصلب في معركة استعادة الدولة احتفاء رسمي وشعبي بالذكرى الرابع والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر في عموم البلاه كان اليمنيون على موعد مع الحرية في هذا التاريخ الذي اصبح ايقونة ثورة شعب قرر صناعة قدره بكفاحه والتحرر من الاستعمار غير ان المناطق الجنوبية وتحديدا عدن وبهذه المناسبة تبدو مسرحا لمعارك ثانوية لا تتشابه ولا تنساق مع معركة استعادة الدولة حيث يأتي اعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في كلمته التي يلقاها امام حشد من انصاره في شارع مدرم بالمعلى عن تشكيل جمعية عمومية مكونة من 303 من الاعضاء الجنوبيين الزبيدي قال في خطابه ايضا ان المجلس هو الممثل الوحيد لابناء الجنوب وان لديه برنامجا تصعيديا ضد الحكومة الشرعية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية تصريح لقى انتقادات من قبل متابعين يرون ان القضية الجنوبية صارت حاملا لمصالح ورغبات تمضي وفق المزاج الاماراتي فيما يعيش الشارع الجنوبي هواجس ومخاوف من تأسيس دولة قمعية قائمة على التصفيات والتوحش من قبل ميليشيات خارج القانون فكما يبدو ان القبضة الامنية التي تخنق الحياة السياسية والمدنية في عدن والمتمثلة في الحزام الامني المدعوم اماراتيا كحامل غير شرعي وتنضوي فيه فصائل غير منتمية للدولة باتت بحسب مراقبين تمثل خزانات عنف للمستقبل خطاب عيدروس الزبيدي وواقع التصعيد خارج سياق القضية الجنوبية واليمنية وفكرة تسليم الجنوب لمجموعة ارتهنت للخارج ونسيت وطنيتها ودورها الذي بات يشكل تهديدا لابناء المناطق الجنوبية انفسهم وممن يرفعون شعارات القضية الجنوبية نفسها الانتقادات ذاتها طارت تناقضات التحالف العربي وتضارب مواقفه بين قضيته المعلن عنها بدعم الشرعية والتزامه بدعم استعادة الدولة وتمكين الحكومة وبين دعم تحركات ميليشيات واستقبالها بشكل رسمي والتعامل معها كممثل للجنوب الرابع عشر من اكتوبر ذكرى التحرير وتحديات اللحظة الراهنة المتمثلة بمخاوف عزل عدن بقوات لا تخضع لسلطان الدولة تحديات باتت اليوم تشكل قلقا مجتمعيا ودوليا ولسان الحال هل هذا احتفاء بذكرى الاستقلال ام ترحيب بمستعمر جديد